مش هتصدقوا الجريمة المرعبة اللي ارتكبها الشاب ده في أهله بسبب لعبة إزيكوا جماعة أعتقد إن إحنا كلنا كنا مهوسين بحاجة في فترة من حياتنا سواء فيلم أو أغنية أو حتى مكان بس أنا عمري ما كنت أتخيل إن الهوس ممكن يوصل حد للمرحلة المرعبة دي ولكن كالعادة قبل ما نبدأ عندي طلبين اتفوا النور وحطوا السماعات ويلا بينا نبدأ في القصة راجل باسم مارك باتريك كان عايش في ولاية بنسلفينيا في أمريكا وكان لسه مخلص السنوية وابتدى يشوف الجماعات عشان يدخل واحدة منهم وفي الآخر قرر يخش جامعة اسمها فالي فورج وهناك قابل بنت اسمها سوزن وبقوا صحاب جداً ومع الوقت السحبية دي قلبت لحب وفعلاً اتجوزه في 1984 وبعدها نقلوا لمدينة ويلنجتن في ولاية أوهايو وهناك سوزن اشتغلت في ضر رعاية ومارك اشتغل في جامعية اسمها الحياة الجديدة وبعد شهور من جوازهم خلفوا أول بنت ليهم وسموها هايدي وبعد كده خلفوا بنت تانية وسموها هولي وفي 1991 آخر العنقودة ولد والطفل ده كان اسمه دانيل وأنا عايز أقول لكم في المنطقة بتاعتهم كل الناس كانت عارفة أن العيلة دي شبه مثالية عشان الأهل كانوا من زمان بيساعدوا الناس وبيروحوا الكنيسة على طول وكمان بعد ما خلفوا علموا أولادهم نفس المبادئ اللي هم تربوا عليها وخصوصاً دانيل اللي كان ولد شاطر ومتدين ونشيد جداً كمان وكان بيعشق رياضة الفوتبول من الآخر يعني كل الناس كانوا متوقعين أن الطفل ده حيكون ليه مستقبل باهر بعد كده بس كل ده تتغير أول لما بقى عنده 16 سنة عشان طبعاً زي ما كلنا مرينا بالمرحلة دي احنا منتغير شوية بنكون عصبيين أكتر وبنشوف نفسنا أننا كبار مع أننا لسه صغيرين يعني أنتوا أكيد فاهميني ولكن المختلف أن في نفس الفترة دي دانيل جات له إصابة في العمود الفقري لما كان في رحلة سفاري وبعدها الدكاترا قاله أن إصابته خطيرة جداً وقالوله أنه هو ممنوع يلعب رياضة تاني عشان هو لو حصلت له أي نوع إصابة ممكن توصل لشلل أنا عايز أقول لكم أن الإصابة كانت خطيرة لدرجة أن الدكاترا وصوه أنه هو ما يجريش تاني وطبعاً يعني خبر زي ده قاتل لأي حد كبير فما بالك بقى أنه هو ييجي الواحد وهو عنده 16 سنة وعشان كده هو كان دايماً حاسس وهو قاعد في البيت أنه هو عاجس بس ساعتها هو اكتشف هواية تانية هواية معظم الناس بتحبها وهي ألعاب الفيديو وأعتقد كلنا على الأقل لعبنا لعبة واحدة في حياتنا من أول حاجات زي Red Dead Redemption للعبة زي لعبة الدودة ولكن أنا ما أعتقدش أن أي حد كان متوقع أن الألعاب دي ممكن تكون السبب في جريمة مظلمة مع الوقت دانيال حب الألعاب دي قوي وكان بيقضي معظم وقته قدام الإكس بوكس بتاعه ومع أن أبوه ما كانش موافق في الأول بس هو برضو كان عايز ابنه يكون مبسوط وعشان كده كان بيجيب له كل اللعب اللي هو عايزها إلا لعب محددة وهي اللعب اللي فيها عنف بس كل ده ما كانش مهم عشان دانيال كان نفسه في لعبة واحدة معينة لعبة كانت عند كل صحابه وكانت مكسرة دنيا ساعتها واللعبة دي كان اسمها هيلو كانت لعبة أكشن عادية كل اللي بتعمله فيها أنك بتقتل فضائيين بس طبعا عشان أبوه كان مانع اللعب اللي فيها عنف دانيال كان بيروح يلعبها في بيت واحد صاحبه بس مع الوقت أبوه ابتدى يحس إن دي بقت مشكلة وعرف إن اللعبة دي هي السبب الوحيد اللي بيخليه روح عند صاحبه وعشان كده هو ابتدى يمنعه بس لما النسخة الثالثة من هيلو نزلت دانيال كان حيموت ويشتريها ولما سأل أبوه هو شاف إنه هو مش هيعمل حاجة غير إنه يقعد ويلعبها طول يوم وعشان كده هو رفض إنه هو يشتريها وفي اللحظة دي دانيال ابتدى يتعصب جدا وابتدى يزعق فابوه بطريقة غير طبيعية وهو أصلا كان ساعتها مستغرب عشان إزاي ابنه يزعق له ويتعصب عليه بالشكل ده وكل ده عشان مجرد لعبة مش أكتر وعشان كده هو حط لدانيال خيارين يا يبطل يلعب اللعبة دي يا يمشي من البيت خالص ودانيال اختار إنه هو يمشي من البيت وبعدها راح عشان يبات عند صاحبه اللي كان عنده اللعبة دي ساعتها طبعا مع الوقت أهل صاحبه بتدوا يقلقوا على دانيال وساعتها طلبوا من مارك وسوزن إن هما ييجوا وياخدوا ابنهم من البيت بس كل ده والأب كان لسه عند كلمته لو هو هيعيش في البيت ده لازم ما يلعبش اللعبة دي تاني وساعتها دانيال استسلم للأمر الواقع واضطر يوافق وفعلا رجع البيت بس كل ما الوقت كان بيعديه كل ما دانيال بيكون عايز اللعبة دي أكتر وفعلا بعد كم يوم نزل من شباك قطه بالليل وراح لمحل اللعب اللي جنب بيته واشترى هيلوسرية وابتدى يلعبها في الوقت اللي أهله بيكونوا مش في البيت ولكن طبعا زي ما احنا عارفين ما فيش سر بيفضل مستخب الفترة عشان أبوه شاف وهو بيلعبها ويومها قامت خناءة كبيرة ما بينهم ودانيال كان عمال يعلي صوته عليه وعلى والدته كمان وفي اللحظة دي أبوه خد منه اللعبة وحطها في خزانة البيت عشان دانيال ما يعرفش يوصل لها واليوم خلص على كده ومن بعدها كل ما الوقت كان بيعدي كل ما العصبية والتوتر بتاع دانيال كانوا بيهدوا بس دي ما كانتش الحقيقة عشان مارك ما كانش يعرف ان هدوء دانيال كان الهدوء ما قبل العصفة في 20 أكتوبر سنة 2008 مارك كان متفق مع مراته وبنته هايدي انها تجيب جزها ويتجمعوا كلهم عشان يتفرجوا على ماتش بيسبول بس قبل ما هايدي توصل دانيال راح لأبوه وامه وكان باين عليه الانبساط اليوم ده وقال لهم ان هو كان عايز يتكلم معاهم عشان هو عمل لهم مفاجأة وهم ساعتها انبسطوا جدا عشان هو كان بقالوا فترة متضايق بسبب حوار اللعبة وكانوا حاسين ان دي ممكن تكون بداية جديدة وساعتها دانيال طلب منهم انهم يعودوا عالكنبة ويقفلوا عنيهم وفعلا هم سمعوا الكلام وبعدها مارك وسوزن كانوا حاسين بيه وهو بيتحرك حواليهم وفجأة سمعوا صوت مسدس وقبل ما حتى يفتحوا عنيهم دانيال ضرب على ابوه طلقه في دماغه وبعدها ضرب اربع طلقات على سوزن وبعدها بشوية اخته وجوزها خبطه على الباب وساعتها دانيال فتح لهم وقال لهم ما يدخلوش عشان ابوه وامه لسه متخنقين والاوضاع مش مزبوطة بس في نفس الوقت اللي هايدي كان بتكلم في دانيال الاب ابتدى يامل اصوات من جوه اصوات كانت خفيفة بس كانت مرعبة وساعتها هايدي زقته عشان تدخل تشوف ايه المشكلة بس اول لما دخلت شافت ابوها وامها خرقانين في دمهم والحصن الحظ جوز هايدي لاحز ان دانيال كان مخبي مسدس وراء ظهره وساعتها هو عارف ياخد من المسدس بسرعة وبعدها دانيال ما كانش عارف يعمل ايه وهرب من البيت بس قبل ما يهرب هو خد معاه حاجة واحدة وانت اكيد دلوقتي هتقول لي المسدس هقولك لأ دانيال قبل ما يمشي من البيت خد معاه الحاجة اللي كانت السبب في كل ده وهي لعبة هيلو 3 اول لما الشرطة والاسعاف وصلوا شافوا منظر في قمة الرعب بس مع ان الام كانت خلاص ماتت الاب كان لسه في روح ولما نقلوه على المستشفى الدكاترة هناك ما كانوش عارفين هو ازاي لسه عايش اصلا عشان الولد ضرب عليه نار من مسافة قريبة جدا ولكن الاب ما فضلش كتير كده عشان بعدها دخل في غيبوه وفي نفس الوقت اللي بيحصل فيه كل ده البوليس بتدا يدور على دانيال بعد ما عرفه من هايدي كل حاجة وفعلا في خلال ساعات هم ملقوه بس هما بيقبضوا عليه هو بتدا يعيط ويقول ان ابوه هو اللي عمل كده بعد ما حاول ينتحر وان هو ملوش علاقة باللي حصل ده خالص بس هما مهتموش قوي واخدوه على مركز الشرطة وهناك قال نفس القصة اللي قال هلهم هما بيقبضوا عليه بس المحاققين مكنوش مقتنعين بالكلام ده خالص وقعدوا يضغطوا عليه لغاية لما دانيال ما استحملش الضغط واعترف بكل حاجة عشان اللي حصل فعلا ان دانيال اليوم ده فضل يدور على مفتاح الخزنة لغاية لما لقاه وبعدها راحوا فتحها ولقى جواها اللعبة بتاعته بس هو لقى برضو جنبها مسدس الطوارق بتاع ابوه وساعتها هو قرر ان هو ينتقم منه وبعد اسبوعين من الحادثة المرعبة دي مارك قام من الغيبوبة عشان الحسن حظه الرصاصة اللي اضربت فيه ما وصلتش لدماغه بس هي اتجهت من خده لغاية فكه وللأسف هو كان لازم يتعلم حاجات كتير من أول وجديد زي المشي مثلا ولكن مع ان حالته كانت صعبة التحييق كان لازم يكمل وساعتها الشرطة راحت له وسألته سؤال واحد طبعا كان احساس وحش لما عارف ان مراته ماتت واتدفنت خلاص ومارك بعدها قال ان هو في اللحظات دي كان فعلا بيكره ابنه لدرجة ان هو كان عايز يقتله وبعد شهرين في 15 ديسمبر 2007 محاكمة دانيل بدأت ولما تكلمه معاه كان بيقول ان هو ندمان على العمله وكان عمالي عاية طول الجلسة ولكن فريق الادعاء كان شايف ان دانيل لازم ياخد اقصى قوبة بس الدفاع في نفس الوقت كان بيقول ان السبب الجريمة دي كان ادمانه للعبة وان اللعبة هي اللي اثرت عليه وقتها عشان دانيل كان شخص جميل ومتدين وعمره ما ظهرت عليه علامات تقول ان الولد ده ممكن في يوم من الايام ان هو يقتل حد وحتى القاضي كان موافق على الكلام ده وكان شايف ان ادمان دانيل للعبة ديه كان عامل زي ادمان شخص المخدرات وانا عايز اقول لكم ان بعد كل ده مارك طلع في المحكمة وقال ان هو مسامحه وكان شايف ان هو يستحق فرصة تانية ويكون وسط آلته تاني وابتدى يترجى المحكمة ساعتها انهم يسمحوهما كمان بس فريق الادعاء رجع وقال ان في الاول وفي الاخر دي جريمة وانه كان واعب اللي بيعملوا ساعتها ده غير انه هو كان ناوي يقتل اخت وجوزها لولا ان جوزها عارف ياخد من المسدس ولما خطته فشلت هو هرب وكمان حاول يغير القصة ويلبس القضية لابوه وهنا المحكمة حكمت عليه ب23 سنة في السجن بدل ما ياخد سجن مدى الحياة ولولا ان سنه ساعتها كان تحت السن القانوني كانه هيحكمه عليه بالاعدام اشتركوا في القناة